بسم الله الرحمن الرحيم أن نقوم بهذه الزيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تشعرنا على الدوام وبما نشهده من حفاوة وترحاب بأننا بين أهلنا وعزوتنا فمصر العروب الحاضرة في الذاكرة والوجدان بأنها مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستغرار والتي تفردت بالذكر الصريح في محكمة تنزيل ستظل وكما عرفناها خير السند ونعم العون للجميع ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب عن ارتياحنا الكبير بما تناولت جلسة المباحثات المشتركة التي جمعتنا بأخي الكريم وخامة الرئيس حيث تمت مناغشة عدد من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك وخصوصا ما تعلق بضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قزة وتوصيل المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين وقبول فلسطين كعضو كامل للعضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشغيق حقوقه المشروعة كما تم بحث جدوى الأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل وضرورة التوصل وبصورة عاجلة إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد لمنطقة الشرق الأوسط وضمان السلام والأمن والاستغرار الإقليمي وأننا على ثقة كامة بأن نتائج مباحثاتنا المثمرة بما تميزت به من عزم صادق لدعم الجهود الجماعية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة ستجد طريقها بإذن الله تعالى نحو التنفيذ الذي آن أوانا كما تنال أجيالنا القادمة حقها كي تنال أجيالنا القادمة حقها من العيش الكريم والحياة الآمنة ولا يسعنا هنا إلا أن نجدد دعم مملكة البحرين لجهود مصر الشقيقة ومواقفها الثابتة ودورها التاريخية المستمر من أجل نشر السلام ودعم الاستغرار الإقليمي والعالمي وهو أمر ليس بغريب ولا بمستغرب على مصر العزيزة التي سجل تاريخها القديم أول معاهدة سلام مكتوبة عرفها العالم بين القائد رمسيس الثاني والمملكة الحثية في العام 1258 قبل الميلاد وتضمنت بنوداً قانونية وعسكرية لسلام دائم بين المملكتين ومسجلة اليوم في هيئة الأمم وفي الختام نكرر شكرنا وتغديرنا لكرم الضيافة وطيب الوفادة واعتزازنا بفرصة هذا اللقاء الأخوي المهم بنتائجها الطيبة التي سيكون لها أعظم الأثر على مسيرة العمل العربي وعلاقاتنا الأخوية الوطيدة وتنمية مصالحنا المشتركة لخير ورفعة شعبين الشقيقين وأنها لمسيرة مباركة نحرص على رعايتها ودعمها يداً بيد مع القيادة المصرية الشقيقة وحكومتها الرشيدة وشعبها الشقيق وكفة مؤسساتها العريقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر